إذن هقدرنا تعلمنا فكرة حساب النهاية باستعمال مبارهنة الحصر والمقارنة وهذه القاعدة نقدره ما نصادفهاش كثيرا في تمارين الدول ولكن راح نصادفوها بكثرة في التمارين الموجودة في الوحدات الأخرى إذن لازم تتعلمها وتتمكن منها ورن نشوفنا بالقاعدة بسيطة جدا نهزين عليها أنثيرا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله ترمينا السلام عليكم إذن اليوم إن شاء الله نوصله أيضا مع دروس النهايات ورح نكون إن شاء الله مع الدرس الخامس في وحدة النهايات راح نشوفو الحصر والمقارنة كيف نحسب النهايات باستعمال مبارهنة الحصر واستعمال مبارهنة المقارنة أمور بسيطة جدا تباحها معايا ورح تفهمها بإذن الله إذن واش راح نديرو راح نبدو بالحصر نفهمو المبارهنة تعوه بسهل أخلاص وبعدها نهزو تطبيق ثم نهزو مبارهنة المقارنة بنفس الطريقة ونهزو عليها تطبيق ركز معايا جيدا أحيانا تكون عدنا دالة أف حابين نحسبوها نهايتها عند جوار معين يقدر يكون عند عدد يقدر يكون عند المالة نهاية أحيانا نقدر نحسبوها بالطرق المباشرة كما كنا كما شفنا في الدروس السابقة ولكن أحيانا ما نقدرش نحسبوها بهذه الطرق المباشرة من بين الحلول التي يمكن اللجوء إليها مبارهنة الحصر ومبارهنة المقارنة تباح معايا راح تفهمها قال لك إذا كانت نهاية الدالة جي عند A تساوي A إذن عدنا دالة اسمها جي نهايتها عند جوار معين تساوي A وعدنا نهاية الدالة أش نهايتها عند عدد A تساوي A إذن جي وآش نهايتهم عند الآف يزوج متساويين ويساويه A وكانت F لإكس محصورة بين جي لإكس وآش لإكس إذن ركز معايا عندنا دالة أف حبينا نحصر النهاية جربنا الطرق المباشرة الحساب المباشرة مقدرناش من بين الطرق أنه نقدر دالة أف نحصرها بين دالتين جي وآش صح إذا كان نقدرنا نحصر الدالة أف انتعنا بين دالتين جي وآش ولكن كان شرط أنه نهاية الدالة جي عند الآف هي آل ونهاية الدالة أش عند الآف هي الآف ركز نهاية الدالة جي آل نهاية آش آل وأف محصورة بينهما في رأيك بديهيا ماذا ستكون نهاية الدالة أف واضح جدا أنها ستكون آل يعني كأني مثلا نقول لك بل لي مثلا واحد في عمره 17 سنة و 6 أشهر واحد في عمره مثلا 17 سنة و شهري وكان واحد بناتهم في العمر رح تستنتج مباشرة تنبل لي عمره 17 سنة وعدد معين من الأشهر أيضا هذا هو نفس المثال تقريبا في هذا المباراة لما تكون عندك دالة أف محصورة بين دالتين في زوج يأولاني إلى نفس النهاية نستنتج أن الدالة أف أيضا تأوله إلى نفس النهاية الآن كاين سؤال مهم جدا قبل أن نروح للتطبيق أستاذ وكتش نخدم بالنهاية الطرق المباشرة وكتش نحسبهم بمباراة الحصر أنت في مباراة الحصر لا تلجأ إليها إلا عندما يوجهك صاحب التمرين يعني التمرين قعد يتبع فيك سؤال بسؤال بسؤال حتى توظف مباراة الحصر الآن على بالي بل لي 50% ما فهموا و50% ما فهموا شهذه الرياضية كاين يفهم من النظري مباشرة كاين يحتاج تطبيق أنت رسميا أنا في التطبيق تبع معنا قال لك نعتبر دالة أف ركز معي جيدا المعرفة على أر نجمة يعني أر ما عدى الصفر كيفاش معرفة؟ معرفة أف لإكس تساوي واحد زايد كوس إكس على إكس مربح ركزها معنا عبارة الدالة هي واحد زايد كوس إكس على إكس مربح قالنا معرفة على أر ما عدى الصفر لأنه المقام لا يجيب أن ينعلي الآن الهدف في هذا التمرين هو حساب نهاية الدالة أف عند زايد مالا نهاية وعند نقص مالا نجربه بالطرق المباشرة يعني نعاود نحسبه كما وما فيه نحسبه الآن الواحد رح يبقى واحد زايد في المقام رح تقول زايد مالا نهاية مربح زايد مالا نهاية مربح قلنا زايد مالا نهاية الآن ما هي قيمة الكوس عند الزايد مالا نهاية؟ ما هي نهاية الكوس عند الزايد مالا نهاية؟ نهاية الكوس عند الزايد مالا نهاية غير موجودة غير موجودة نعرف محصورة ما بين ناقص واحد و واحد ولكن غير موجودة النهاية إذن ما هو الحل إذن طرق المباشرة لا يمكن حساب هذه النهاية لأنه ما لبناش نهاية القصمة هي وهي غير موجودة أصلا إذن ما هو الحل صاحب التمرين سيد لخدم التمرين هو رح يوجهنا سؤال بسؤال حتى نوصله للنتيجة شوفوا إيش قالك قالك بين أنه من أجل كل إكس ينتمي لأر نجمة لاحظ جيدا قالك بين باللي أف لإكس محصور بين هذه الدلة ومحصور بين هذه الدلة يعني وين حاب يوجهنا حاب يوجهنا لاستعمال هذه المبرهنة يعني الدلة أف رح نحصرها بين دلتين إذن رحين أولا نبينوا الحصر كيفاش نبينوا الحصر ركز معي جيدا عندك الدلة أف رح تحصرها بين دلتين رح تحصرها بين دلتين هنا قاعدة ديما كنعود وحن نحصر العبارة تعل الدلة أف راح نعتمدوا على حاجة معينة اسمها البناء نسميوها احنا في التمارين وكذا نسميوها البناء وشي البناء أنه روحوا العبارة على الدالة f ونبدأ ونبنيو فيها ركز معنا عبارة الدالة f عندك واحد زي كوس اكس على اكس مربع لازم احنا نبدأ ونبنيو فيها ركز معنا احتفهم مش قصدين نبنيو فيها إذن ننطلقوا من حصرت حاجة نعرفوها وينها الحواء عدنا الواحد وعدنا اكس مربع وعدنا كوس اكس اللي محصور فيهم بين طرفين نعرفو بليقاوس اكس دائما هذي قاعدة كوس اكس محصور بين نقص واحد وواحد هذي قاعدة إذن رح نقولو لدينا من أجل كل اكس ينتمي الار نجمة وش رح يكون رح يكون اف عفون رح يكون كوس اكس إذن رح يكون كوس اكس محصور بين ماذا وماذا بين نقص واحد وواحد هكذا رانال شكلنا cos x ركز معي وش دار الآن cos x وش دار له قسمه على x مربع انت تبع نفس الطرق باش تبني الدالة وش دار له قسمه على x مربع إذن احنا لازم نقسمه على x مربع ومنه عدنا قاعدة المتراجحة كي نعود ورح نقسموها على حاجة لازم نشوفو هل هي الشي اللي رح نقسمو عليه هل هو موجب والله سالب لأنه كون يكون موجب يخلي المتراجحة كما هي وكون يكون سالب يعكس المتراجحة الآن x مربع لو موجب والله سالب واضح باللي راه موجب لأنه راه تربيع اس زوجي إذن وش رح ينقسموها على x مربع هذي هنقسموها على x مربع هذي هنقسموها على x مربع إذن منا وش رح يولي رح يولي ناقص 1 على x مربع منا تولي cos x على x مربع ومنا تولي 1 على x مربع وقلنا المتراجحة ما تتعكسش لأنه x مربع اللي قسمنا عليه راه موجب الآن ظهرنا cos x ظهرنا x مربع وش خصنا باش تظهر دل اف خصنا نزيده واحد هذي هي طريقة البناء انك تقعد تشكل في الدل اف نزيده واحد نزيده واحد لجميع اطراف المتراجح يعني كامل نزيده لهم واحد شوف في الوسط وش رح يولي رح يولي cos x على x مربع زايد واحد منا على اليمين رح تولي 1 على x مربع زايد واحد ومنها وش رح تولي رح تولي ناقص واحد على x مربع زايد واحد اطراف كامل زلنا لهم واحد ما تتغيرش المتراجحة الآن في وسط المتراجحة هذي وش هي اللي كنا نبنيه فيها هي دل اف اذا نقوله عبارة دل اف اف لإكس شوف باش رتبوها بحيث الشي اللي حبها هو لانه هذي النتيجة اللي حب نوصله لها واحد على x مربع زايد واحد هي نفسها هذي لانه الجمع تبديل يتقول واحد زايد خمسة ولا خمسة زايد واحد الامر نفسه اذا نحن نكتبوها كما رحبها وواحد زايد واحد على x مربع حتى لو ما تكتبهاش كما رحبها كتبها وغيرك تصلت للنتيجة ايضا هنا قلنا الجمع تبديلي اذا انت قدر تكتبوه واحد ناقص واحد على x مربع تقول ناقص خمسة زايد واحد والله واحد ناقص خمسة نفس الامر الان واش درنا وصلنا لهذه النتيجة رانحصرنا دالة اف الان واش راح نديرو راح نحتفظ برك بالنتيجة انتاح اللي ما فهمش كيفاش حصرت بامكانه انه فقط يرجع دقيقتين الوراء ورح يفهمها اذا النتيجة اللي وصلنا لها في السؤال الاول وشي هي ان اف لx محصور بين واحد زايد واحد على x مربع وواحد ناقص واحد على x مربع الان قال لك استنتج نهايتين دالة اف عند زايد ما ننهي عند ناقص ما لنهي دائما عندما نجد حصر للدالة ونجد بعده سؤال لاستنتاج النهاية معناتها سنستعمل مبرهنة الحصر لحساب النهاية هذه ماذا تمثل في المبرهنة تمثل دالة اف هذه ماذا تمثل في المبرهنة تمثل دالة اش هذه ماذا تمثل تمثل دالة جي المبارهنة تقول لنا إذا كانت نهاية الدل جي ونهاية الدل آش متساوية تاني فإن نهاية الدل آف تساويهما إذا كان لقينا هذه اثنين وهذه اثنين معتها نهاية الدل آف هي اثنين إذن ما هو الحل رح نحسب نهاية الدل آف عند زايد مالا نهاية نبدأ ونحسب لميت جي لإكس عند زايد مالا نهاية ونحسب أيضا لميت آش لإكس لما إكس يقول إلى زايد مالا نهاية ركز معنا نهاية الدلة G نبدأ بنهاية الدلة G limit 1-1 على x مربع لما x يقوله إلى زايد مالة نهاية الآن قلت لك في الحساب دائما كانتك عوض بالمالة نهاية عوض بالمالة نهاية زايد مالة نهاية مربع زايد مالة نهاية 1 على مالة نهاية 0 إذن وش حال يبقى؟ يبقى 1-0 وهو 1 بنفس الطريقة تماما سنحسب نهاية الدلة G نقوله limit 1-1 على x مربع لما x يقوله إلى زايد مالة نهاية بنفس الطريقة عوض بالزايد مالة نهاية زايد مالة نهاية مربع زايد مالة نهاية 1 على مالة نهاية عدد على مالة نهاية دي ما صفر وش حال يبقى؟ يبقى 1 ركزوا مريح حسبت نهاية الدلة G عند زايد مالة نهاية لقيتها تقوله إلى 1 حسبت نهاية الدلة G عند زايد مالة نهاية لقيتها تقوله إلى 1 نستنتج ماذا والدلة f محصورة بينهما نستنتج حسب مبرهنة الحصر أن نهاية الدلة f عند زائد ما لا نهاية هي ماذا هي واحد إذن وش رحين نقوله؟ رحين نقوله حسب مبرهنة الحصر فإن limit f لx لما x يقوله إلى زائد ما لا نهاية تساوي إذا رحك تلاحظ بلد الدلة f مقدرناش نحسب النهاية انتحها بالطرق المباشرة في التمرين عاوننا وجهنا بأسئلة معينة حصرنا الدلة f بين دلتين كيفاش حصرناها استعملنا طريقة البناء واش معناتها طريقة البناء أنه نبني الدلة f الحواجة اللي كينا في الدلة f كامل نبنيهم نزيده نقصه نضربه نقسمه وهك لما نحصر الدلة f بين طرفين نحسب نهاية الطرف الأول نلقوه يقوله إلى عدد معين نحسب نهاية الطرف الثاني نلقوه يقوله إلى نفس العدد نستنتج أن الدلة f أيضا تقوله إلى نفس العدد الآن انت لازم تحسب لي نهاية الدلة f عند نقص ما لا نهاية نحسبنا نهاية الدلة f عند زائد ما لا نهاية بنفس الطريقة اللي خدمت بها حاود استنتج لي نهاية الدلة f عند نقص ما لا نهاية ورح أخليك الإجابة في أول تعليق باش تتأكد روحك صحيح ولا لا إذن هذه مبارهنة الحصر الآن واش رح نشوفه رح نشوفه مبارهنة شبيهة بها جدا وهي مبارهنة المقارنة إذن الآن واصلوا مع الجزء الثاني من هذا الدرس واللي رح نشوفه فيه المقارنة كيفاش نحسبه النهاية باستعمال المقارنة لي فهم الحصر رح يلقى مبارهنة المقارنة هذه يلقاها بسيطة خلاص شوف ركز معي مثلا عن مبارهنة رقم الثانين واش تقول مبارهنة رقم الثانين قلك إذا كانت F ل X أكبر من G ل X F ل X وشي هي هي الدلة اللي رح نحسبو لها النهاية التح إذا كانت أكبر من دلة G على مجال يشمل جوارا ل A L A هو العدد اللي رح نحسبو عنده النهاية وكانت لماذا G ل X لما X يقولو إلى A تساوي زايد ما لنهاية شوف فرضا مش فهم خلاص وش راني نحكي عندك دلة F انتعك اللي حاب تحسب لها النهاية بينتها اللي راها أكبر من دلة G مليح وكانت شرط آخر نهاية الدلة G عند الآ هي زايد ما لنهاية إذا نهاية الدلة G عند الآ هي زايد ما لنهاية ماذا يمكن الاستنتاج بخصوص نهاية الدلة F نظن واضحة الإجابة هي زايد ما لنهاية لماذا؟ شوف دلة G نهايتها زايد ما لنهاية والدلة F أكبر منها ما هي الشيء وشيء هو الشيء أكبر من زايد ما لنهاية هو زايد ما لنهاية فقط يعني ما كانش حاجة أكبر من زايد ما لنهاية إذا ماذا نستنتج؟ ركز مليح دلة G نهايتها زايد ما لنهاية والدلة F أكبر منها إذا ما هي نهاية الدلة F؟ زايد ما لنهاية إذن يمكن وحدك أنك تستنتج أن نهاية الدلة F هي زي المناس أيضا عدنا مبرهنة أخرى وهي تتعلق بحساب نهاية عند نقص ما لا نهاية شوف الآن القاعدة عكسة إذا كانت الدلة F قل من الدلة H الدلة F وشي هي؟ هي الدلة اللي رح نحسبولها نهايتها إذن إذا كانت F لـ X أقل الآن في الجزء الأول كانت أكبر الآن أقل من الدلة H وكانت لمية H لـ X لما X يقوله إلى A تساوي نقص ما لا نهاية إذن نهاية H هي نقص ما لا نهاية ركز معي جيدا نهاية H هي نقص ما لا نهاية ونهاية الدلة F قل منها إذن ماذا يمكن أن نستنتج؟ ما استنتج أن نهاية الدلة F هي نقص ما لا نهاية صح؟ وكانش حاجة قل من نقص ما لا نهاية ما عدا النقص ما لا نهاية إذن هذه المبرهنة وش تسمى؟ تسمى مبرهنة المقارنة بالشطرين تحل أول وثاني قاعدة سهلة خلاص حاجة أكبر من زيد ما لا نهاية إذن هي زيد ما لا نهاية حاجة أقل من نقص ما لا نهاية إذن هي نقص ما لا نهاية كما قلنا دائما كاينة شريحة كبيرة من تلميذ لازم تفهم بل حل وهذه حاجة طبيعية خلاص إذن بالتمرين إذن راح نروحوا للتطبيق ثاني راح نشوفوا تطبيق معين حول مبرهنة المقارن ركز معي جيد دل أف قال لكم معرفة على أر فالإكس تسوي إكس زيد ثنين سينيس إكس إكس على ثنين زيد سينيس إكس راح نحسبوا مثلا نهاية الدل أف عند زائد ما لا نهاية راح تبدأ تحسب الحساب المباشر تعاوذ زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية فالمقام عندك ثنين زائد ما هي نهاية السينيس عند الزائد ما لا تفقنا بالكوس والسينيس ما عندهمش نهاية عندما لا نهاية نعرفوا بركب اللي محصومين بين نقص واحد وواحد بس ما نعرفوش ما هي نهايتهم إذن لا يمكن حساب النهاية باستعمال طرق المباشرة عندما لا يمكن حساب النهاية بالطرق المباشرة ما هو الحل؟ التمرين رح يوجهنا سؤال بسؤال حتى نستنتج النهاية شوف واش قالك؟ قالك بيّن أنه من أجل كل إيكس ينتمي للمجال من صفر زايد ما لنهاية رح يكون إيكس على ثلاثة أقل من أفل إيكس دائما كنتشوف متراجحة فيها الدالة أف معناتها رح تعتمد على البناء وش معناتها البناء؟ متى تبدأ تبني في الدالة أف تشوف الدالة أف وتبدأ تبني فيها إذن كيفش رح نقوله؟ رح نقوله لي يكون إيكس ينتمي للمجال صفر زايد ما لنها كيفاش ننطلقه في البناء انتعنا؟ ننطلقه دائما من حصر نعرفه هل نعرف الحصر تاع إيكس صفر زايد ما لنهاية؟ ما واش حصر معقول؟ ننطلقه من الحصر تاع سينيس إيكس دائما نبدأه بسينيس إيكس والحصر تاحا سينيس إكس قلنا قاعدة ديما الكوس والسينيس ديما محصورين ما بين ناقص واحد و واحد الآن نبدأ ونبنيه في الدلقاف نشوف وجدار السينيس هو نديره احنا وجداره زاد ثنين إذن نزيده احنا لجميع الأطراف اثنين واش رح تقولي رح تقولي سينيس إكس زائد ثنين وجميع الأطراف كامل نزيده لهم اثنين ولا تتغير اتشار متراجح الآن ركز المليح ناقص واحد رح تزيد له اثنين وش حال رح يقولي رح يقولي واحد واحد رح تزيد له اثنين وش حال رح يقولي؟ رح يقولي ثلاثة الآن ثنين زيد سينيس إكس هذه أصبحت في المقام عندما تصبح حاجة كانت في البسط وأصبحت في المقام معنتها دائما رح دار المقلوب دخل دال المقلوب على المتراجحة هنا ركز معي هنا قاعدة أتعلمها ورح نحتاجوها كثيرا في الوحدات القادمة كي تكون عندنا دال المقلوب ورح ندخلها على متراجحة الأطراف انتحها موجبة دال المقلوب وش تدير تعكس المتراجحة لماذا؟ لأنها دال متناقصة دال لما تكون متزايدة وتدخل على المتراجحة تخليها كي مرة دال لكي تقعد متناقصة وتدخل على المتراجحة تقلبها إذن دائما كيتدخل دال المقلوب لازم تقلب أطراف المتراجحة ك citrusешь معيتة الساده إن كان الأطراف المتراجحة الثلاثة كان تمنع على اليمين المقلوب ت ling هو واحد لั้ل الثلاثة يمني ولي عفوان يمني عالياسار الآن لطلاقة كان باليسار كان النعم المقلوب انتاعه اللي هو واحد على واحد يمني على اليمين واحد على واحد واشي هو؟ هو واحد وفي النص طبيعة الحال يبقى في المكان تعب يعني يقول لي واحد على نكتبوها كما هو مكتوبة ثنين زايد سينيس ايكس الآن نحيو المبرهنة لأنه تعلمناها نظريا وهي حاجة بديهية فقط الآن ركز مليح وش خصنا باش نبنيو الدلاء قارن هذه مع الدلاء ثنين موجودة سينيس ايكس موجودة مزلت ايكس إذن وش لازم نضربو جميع أطراف المتراجحة في ايكس قلنا تضرب متراجحة في مقدار معين لازم تشوفو هل هو موجب ولا سالب لأنه موجب لا يغير اتجاه المتراجحة سالب يعكس اتجاه المتراجحة إذن ايكس هل هو موجب ولا سالب ايكس راح Smash من صفر زائد ما لا نهاية معناتها المقادير الموجبة فقط إذن نضربو المتراجحة دون ان تعكس في النص وش راح يقول لي كامل راح يضربو في ايكس يعني راح يقول لي ايكس على ثلاثة منها في الوسط راح تولي ايكس على ثانين زائد سينيس X ومنع اليمين راح تقول لي أقل أو يساوي واحد في X اسمه X ضربناهم كامل في XXX صح الآن هذه اللي في النصف الشهية لن نبنيه فيها وهي الدلا F إذن واش راح نقوله اللي راح في وسط المتراجحة هي الدلا F أكبر أو تساوي وأقل أو تساوي X على ثلاثة وأقل من X ركز معي جيدا الآن هل هو طلب مننا أنه نحصر الدلا F بين طرفين لا طلب مننا نحصره فقط بين طرفين واحد إذن يمكن أن نستغني على هذا لأنه أنت قلت لي مثلا بيين هل يبلي محصورة بين واحد وثلاثة عفوا قلت لي بيين للي راح أكبر من واحد أنا بيينت لك بيلي راح محصورة بين واحد وثلاثة هالي كتاعة ثلاثة متهمناش في هذا السؤال ممكن متهمناش في حساب نهاية عند نقص ما لا نهاية إذن هذا الجزء يمكن الاستغناء عليه بكل سهولة لأنك حققت المطلوب الآن ركز جيدا قال لك استنتج النهاية دلا F عند الزائل مدنية وش قلنا دائما كتعود عندك متراجحة وبعدها يجي السؤال حول استنتاج النهاية وش معناتها معناتها استخدم مبرهانة الحصر أو المقارنة الآن لو كانت تكون دلا F محصورة بين طرفين نحن نعتمد على الحصر بالصح كنت تكون دلا F أكبر من طرف أو أقل من طرف نعتمد على المقارنة ركز مليحة المقارنة وش تقول قلت لك احسب نهاية هذه الدلا صغيرة عند الزائد ما لا نهاية ما هي نهاية الدلا صغيرة هذه عند الزائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية على الثلاثة زائد ما لا نهاية إذن نهايتها عند الزائد ما لا نهاية هي زائد ما لا نهاية ركز جيدا دلا صغيرة نهايتها زائد ما لا نهاية الدلا F التي هي أكبر منها ما هي نهايتها زائد ما لا نهاية إذن وش رح نقوله نظموها برق بطريقة منظمة رح نقوله لدينا limit X على ثلاثة لما X يقول إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية إذن حسب مبرهانة المقارنة فإن إذن حسب مبرهنة المقارنة فإن لميت أفل إكس لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي ماذا؟ تساوي زائد ما لا نهاية لأنه قلنا له هذه الصغيرة نهايتها زائد ما لا نهاية الدل الأفل التي هي أكبر منها بالضرورة لازم تكون نهايتها زائد ما لا نهاية الآن قل لي السؤال أستاذ ما زيناش عند النقص ما لا نهاية عند النقص ما لا نهاية ما رح يتغير والو فرضا دل الأفل تاعك مثلا ركبي ينتهب اللي قل من إكس على سبيل المثال ممكن في مثال آخر الآن إكس ما هي نهايته عند النقص ما لا نهاية عوض بالنقص ما لا نهاية مذلك نقص ما لا نهاية مباشرة إذن هذه نهايتها نقص ما لا نهاية وهذه أقل منها تستنتج بالدل الأف أيضا نهايتها نقص ما لا نهاية إذن هقدرنا تعلمنا فكرة حساب النهاية باستعمال مبارهنة الحصر والمقارنة وهذه القاعدة نقدره ما نصادفهاش كثيرا في تمارين الدول ولكن راحين نصادفوها بكثرة في التمارين الموجودة في الوحدات الأخرى إذن لازم تتعلمها وتتمكن منها ورن نشوفنا بالقاعدة بسيطة جدا نهزين عليها أنتلا أتمنى أنكم استفدتم من هذا المحتوى عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تشاركوه مع أصدقائكم أي ملاحظة تركوه هنا في تعليقات وتبعونا على حساب فيسبوك والإنستغرام تليقاب روابط تحم كامر راح تلقوه في تعليقات بالتوفيق السلام عليكم